أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين قال الله العظيم في كتابه الكريم وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت قصة عبدالله الرضيع باختصار في صحراء كربلا أنه في أواخر لحظات حياة الإمام الحسين بعد أن قتل كل أصحابه وكل أولاده ما عدا السجاد سلام الله عليه فهو أخل طفله الرضيع وقد جف اللبن في صدر أمه وجاء به إلى الميدان كان قد وضعه تحت عباءته لكي لا تلفحه أشعة الشمس فظن القوم أنه جاء بقرآن ويريده أن يجعل القرآن وسيطا بينه وبينهم لكنه حينما كشف رأوه طفلا صغيرا في ستة شهور قال يا قوم إن كان ذنب للكبار فما ذنب هذا الطفل الرضيع خدوه واسقوه لا تظنوا أنني أريد أن أبر به حصولي على الماء أنتم خدوه واسقوه كان القوم في خيارات ثلاث أن يأخذوه وأن يسقوه أن يتركوه ويموت وقد كان يتلوى بعنقه يعني في لحظات أخيرة من حياته وكان باستطاعتهم أن يقتلوه لكنهم اختاروا أسوأ هذه الثلاث قال عمر بن سعد لحرملة إرمي لأن قومه اختلف بعضهم قالوا فعلا ما ذنب الصغير فنعطيه بعض الماء وبعضهم قال لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية حينما اختلف القوم قال عمر بن سعد أنه اقطع نزاع القوم قال أرمي الوالد أم الولد قال لا ترى بياض نحره طفل صغير يتلوى بياض نحر يبين فرمى بسهم كانوا قد صنعوه لقتل الرجال الإمام الحسين قتل في نهاية أمره بسهم ضرب على قلبه سهم صنعت لقتل الرجال رموه بسهم فذبحه من الوريد إلى الوريد يعني هذا السهم عمل عمل الخنجر بالنسبة لعبد الله الرضيع ولكن بقيت جلدة متصلة برأسه فسقط رأسه على صدره فالتفت الحسين للسماء قال اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى لأن الحسين كان يتصرف بناء على أوامر الدين هو إمام رباني يدعو الناس إلى الخير وإلى الصلاح وإلى الطاعة وإلى الجنة وهو سيدها يدعوهم إلى ذلك لكسب رضى الله عز وجل فإذا كان رضى الله في أن يختل رضيعه إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى هذه تبين مسألتين الحسين يعطي كل شيء بما في ذلك طفله الرضيع وهم لا يتورعون عن ارتكاب أي تجريم بما في ذلك قتل ذلك الطفل الرضيع لكن يوم القيامة يقول لهم ربنا وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين